الفنانة الراحلة شادية واحدة من الفنانات اللي بيحرصوا على الاستمتاع بشهر رمضان وعداته وليها تقوص في الشهر ده كشفت عنها في مقابلاتها الصحفية واللي حكت فيها كمان عن مواقف طريفة اتعرضت لها خلال الشهر الكيم لما كانت شادية متجوزة من الفنان صلاح زلفقار كانت بتحب دايما تقعد في بلكونة شاقتها اللي بتطل على النيل عند كبر الجمعة وكانت بتحب تبص على مأزانة مسجد صلاح الدين وكانت حريصة على اجواء رمضان وكانت اغلب ليالي رمضان بتقضيها مع جزهة من بعد الصحور ولغاية ازان الفجر وشادية وصلاح زلفقار قرروا خلال فترة ارتبطهم التفرغ لشهر رمضان وكانوا بيرفضوا اي عروض خلاله شادية قالت انها اتعودت ان رمضان يكون له طعم خاص ومهما كانت مشاغل الحياة فهي ما بتحبش ان الطعم دا يضيع منها علشان كده قررت ان رمضان دا تقضي في البيت مع جزهة وتكون ست بيت وما تخرجش الا للضرورة اما عن ذكريات طفولتها مع الشهر الكريم اكدت الفنانة المصرية الرحلة على ان هويتها لغاية دلوقتي هي جمع الفوانيس وقالت ان جزها صلاح زلفقار اشترى لها واحد ضمته للمجموعة بتاعتها لكن هي مش بتحب الفوانيس الحديثة اللي بتشتغل بالبطارية وبتحب الفوانيس اللي بتنور بالشمع لان دا بيرجع بيرجع عليها ذكريات الطفولة لما كانت بتتخانق مع اخواتها على الفوانيس كمان اتكلمت شادية عن ذكرياتها مع شهر رمضان وهي في مقتبل شبابها وكشفت عن بعض اسرارها العائلية وقالت في مقابلة مع مجلة الكواكب سنة 1977 انه كان والدي الله يرحمه بيحرص على تنشئة اولاد وجميعهم كلهم بنات وصبيان على النشأة الدينية وده علشان يكونوا متمسكين بتقوص وتعليم الاسلام وكان بيصر على انهم يقدوا الفريض من صلاة وصيام خلال الشهر الفضيل وفي احد السنين كانوا في مدينة انشاص احدى القرى التابعة لمركز بالبيس في محافظة الشرقية في مصر لان والدها كان بيشتغل هناك وتشكك الناس في اليوم اللي كان فيه رمضان انه امتى هيبدأ الصيام في شهر رمضان المعظم ورد التعليمات لرئيس بوليس انشاص انه رمضان هيبدأ بكرة فاجتمعت العيلة كلها على الصحور لكن فوقه في اليوم التاني ان جات اشارة لرئيس البوليس برضو بتقول انه المفتي ما شافش الهلال علشان كده اليوم مش صيام شدي قالت ان والدتها بسرعة عملت الغداء وكان عبارة عن وزة سمينة من النوع اللي تربى في الريف وكانت والدتها بتهوى تربية الفراخ والطيور في حضيقة الفيلا اللي كان تفتيش انشاص بيخصصها لولدها وطبعا العيلة كلها خلصت على الوزة لكن بعد كده فجأوا بشيخ مسجد بيزعق ويلعن المفسدين في الارض وبيقول ان النهاردة صيام فطلب الاب من عائلته انهم يبطلوا اكل لغاية ما ييجي معاد الفطور وبتقول شادية ان اليوم ده كانت بتموت من العطش بسبب الوزة خاصة وان الكلام ده كان في ليلة صيف شديدة الحرارة اشتركوا في القناة